المداعة تعصف بسنين مليون فلسطيني في غزة والأهالي يطعمون الأطفال لحم الحميم لا تزال تدعيات إرسال الإمارات لكسر المدين يحمل الأطعم الرئيسة لكالأمير تتفاعل حتى الآن وفي نفس الوقت حضرت الأمم المتحدة لأن سكان قطع غزة ونهل مداعة فتلة وقالت المنظمة الدولية أن هذه المداعة بسبب الخرب والحصار التي تفيده الإسرائيل على غزة وأهلها وقالت الأمم المتحدة أن المداعة التي يعلم المسكين في غزة هي الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم وأوصلت شاحنات تحليل مساعدات كمية من الأغذية الجافة والبساوية والنهاء والأغذية لسلطان المحفرين والدوعة لكن الأمم المتحدة تفيد أن حمية الأغذية تفيد عشر بني أحتفظ من السمية التي يحتاج إلى أنها تفيد عشر بطاعة الذين يسرعون الجوعة ووردت تقارير أيضاً لأن السمية يأترين لحمة خمينة وتتحدث عن المرضى المجلة الذين يسعون إلى تلقى المتحدة السبية كما حذر برنامج الأغذية العالمية من أن غزة تعين جوعة شديدة ولياب كامل للغزاء واللياة النظيفة والخدمات الصحية بشكل كافر ووصلت المجاعة في غزة لمستويات المرحلة جادة عن الجوعة وعندما تصلوا للمرحلة الخامسة والأخيرة معناها أن حكام سوف يموتون جوعة وقال تقارير الأمم المتحدة أن 37% من حكام غزة على مشارف المرحلة الخامسة بالفعل من المجاعة وهي مرحلة التدور جوعة حتى الموت وقال مسؤول للأمم المتحدة إذا استمرت الحرب بالشكل التي هي عليه فسنشهد موت عشرات الآلاف بسبب المجاعة خلال الفترة المقبلة وقالت مصادر الأمم المتحدة أن سكان غزة يمضون أياما كاملة دون تناول الطعام وأن كثير من الغالغين يعانون الجوعة حتى يتمكن أطفالهم لتناول الطعام فهل تستيقظ ضمائرنا ونغيث أحلى غزة أن تظل ضمائرنا بفغلتها ونترك سكان القطاع يموتين جوعة على مرمى بصرنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة